أقرب لكم الأمر بمثال وبمثال سوقي إنني أحب أن أضرب الأمثلة السوقية حينما أتحدث عن هؤلاء وأمثالهم من الذين ضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون علينا في كتبهم هكذا يقولون من أن حمير المكارية هي الأكثر ضراطا بين الحمير المكاري هو الذي يؤجر الحميرة إما في نقل البضائع أو في نقل الأشخاص في الأزمنة الماضية فيقولون من أن حميرة المكارين هي الأكثر ضراطا بين الحمير لماذا؟ لأن حميرة المكارين لا تأكل من نوع علف واحد تتنقل من مكان إلى مكان فطعامها يكون متنوعا يقولون بسبب ذلك تكثر غازاتها فيكثر ضراطها أنا أقول لو أن الإنسان استمع إلى ضراط حمير المكارين إلى ضراطها الكثير فإنه سيجد نغمة هنا أو هناك الحال هو هو في كل الكتب في الدنيا هناك شيء صحيح يمكننا أن نجد شيئا صحيحا لكنني أتحدث عن المنهج وأتحدث عن النتائج النهائية وأتحدث عن المذاق وأتحدث عن الأسس الفكرية وأتحدث عن النصوص وأتحدث عن منطقي الولاية والبراءة لأننا بصدد كتاب عقائدي ديني فلذا كل حرف في هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو ضلال في ضلال في ضلال بالنظر إلى عوجاج المنهج وإلى ضلال الطريق وإلى فساد الأسس وإلى 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 التحريف الكبير للحقائق وإلى التزييف للعقائد هذا الكتاب أكثر ضلالا من سائر الكتب السنية هذا أكثر ضلالا من كتاب إحياء علوم الدين للغزال مع أن الكتابين يتسابقان في الضلال ويتنافسان في حرب العترة الطاهرة لكنني إذا أردت أن أكون دقيقا فإن كتاب الفتوحات المكية هو الأكثر خطران وهو الأكثر ضرران وهو الأكثر ضلالان وهو الأشد قبحان وهو الألعن شناعتان وفضاعتان ترجمة نانسي قنقر